في الأيام اللي الناس بتعيشها بشكل صعب ارتفاع أسعار سلع مش موجودة تضخم بيزيد انهيار اقتصادي العملة بعافية شوية عبدالفتاح السيسي مش بيجي له نوم لأنه بيصلوا شكاوى من قيادات قوات المسلحة المصرية وزباط بيقول وجه عمي احنا عندنا تضخم والأسعار بتزيد طيب ايه المطلوب زود لنا المرتبات فبيزود المرتبات تعالوا نشوف كده الخبر ده عن رفع مخصصات وجور الجيش والشرطة والبرلمان في الموازنة الجديدة وفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في اجتماع مغلق على زيادة اعتمادات المصروفات الأخرى في بند الموازنة المخصص لوزارة الدفاع جهزة المخابرات العامة والحربية وغيرها من جهات الأمن القومي مجلس هاي النواب والشيخ بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين فيما يعرف بيه الجهات السيادية طيب ايه كمان الحكومة رفعت الاعتمادات من 122 مليار و700 مليون نحو 3 مليار جنيه في موازنة 22 ل 145 مليار و83 مليون بزيادة 22 مليار و383 مليون يعني انا عايز اقف عند الرقم ده شوية يعني الجماعة دول رفعوا مرتبات الجيش والشرطة والقضاء والناس دي 22 مليار لا لا يعني شيل تعالى تعالى بس نتكلم في النقطة دي شوية 22 مليار مش كده 22 مليار 383 مليون يعني انتم معاكم في الموازنة 22 مليار مش عارفين تعملوا فيهم ايه فبدل ما تديهم للشعب ديتهم للجيش والشرطة والبرلمان والقضاء دي حاجة جميلة اوه يعني دي معلومة كويسة جدا بس خلينا نبروزها على جنب كده عشان الناس دلوقتي تدخل تتصل وتعلق عليه النظام ده معا 22 مليار جنيه ما كانش عارف يوديهم فين فقرر حبيبي ان الزباط عنده تعبنين من التضخم والغلى فعلى اساس انهم عايشين في كوكب تاني غير اللي حضرتك عايش فيه فقرر 22 مليار دول يديهم للجيش والشرطة والبرلمان تمام هنكمل ونشوف يعني هنوصل لفين في الاخر بقولك ان مخصصات الاجور في بند المصرفات تضعفت من 8 مليار ل19 مليار بص بقى السطر المستفز ده وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية يعني ايه حضرتك يعني انت عايش في مصر نعم انت مواطن مصري صحيح ولكنك لا تنتمي لدولة الجيش والشرطة والبرلمان الشقيقة هذه دولة اخرى عزيز المواطن لا شأن لك بها يعانون من غلاء وتضخم لا تعلم عنه شيئا فلتذهب للجحيم انت وعائلتك وابنائك انتم لا تستحقون الحياة على هذه الارض احنا عندنا فلوس عايزين اديها للجيش والشرطة والبرلمان هيودون افدهي ما انا لو ما اكلتش ولادي هيكلوني لكن انتم ما بتاكلوش حد مش كده انتم ناس جميلة قاعدين في البيت انما دول لا دول لو ماكلوش يعملوا انقلاب عسكري على طول فلازم يأكل دول عشان يفضل موجود في المكان بتاعه طيب جميل اوي تعالوا نشوف كده الزيادة في المخصصات بتاعة الهيئات دي قد ايه وتحصر عزيزي المواطن وانت بتفرج علي دلوقتي على كيلو اللحمة اللي انت مش عارف تجيبه بص كده الراجل ده بيزود المؤسسات دي قد ايه زيادة رواتب الجيش والشرطة في موازنة 23-24 12 مليار جنيه لوزارة الدفاع 10 مليار و 62 مليون للشرطة والسجون والداخلية والعدل والهيئات القضائية والافتاء 9 مليار جنيه زيادة عند المخابرات الحربية والعامة ومجلس الدفاع الوطني والامن القومي ومحكمة الدستورية العليا ومجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات طيب معاشات العسكريين عشان حضرتك تبقى معايا في الصورة برضو السيسي بيعمل لهم قرارات غريبة مش موجودة في حتة في العالم غير في مصر بص كده العنوان اللي هيطلع قدامك ده زيادة السيسي يصدق على زيادة معاشات العسكريين دون حدود قصوى هنفضل نزودكو لحد ما تقولوا بس يعني لحد ما تقولوا لي كفاية انا مش عايزة زيد خلاص فما عندناش اي حدود قصوى للمعاشات بتاعة العسكريين عندنا فيديو للسيسي غريب شوية يعني يمكن هو ده سبب القرار بتاع زيادة مخصصات الهيئات العسكرية والشرطة وكده خلينا نسمع كده بيقول عنهم وعن مرتباتهم ايه وبعدين نرجع نشوف الكلام اللي بيقولوا ده علاقته ايه بحضراتكم لديكم كلكم وليا يا طرى احنا بندي الجيش والشرطة ايه بنديهم ايه مرتبات يا طرى بيقولونا بيعملوا غقافات عايزين فلوس بيقولوا مش هنكمل الا لو اديتنا لا والله لو حصلت ولا تحصل الكمل اللي بتدفع ده تمان كبير اوي ما يتعودش خالص لكن احايز اقول لكم ان حتى اللي بقول لها اللي ما يعرفش المباعد المرتبات اللي بتاخدها الناس دي الزابط كان او صف زابط او جندي في الجيش او الشرطة لو تكون ارقام هتستغربها اوي هتستغربها اوي ان هي ارقام يعني ارقام متواضعة وده على كل حال كانتقول لهم لديش كده والله انا تأثرت انا تأثرت وكل المشاهدين تأثروا الناس هتقطع يعني من جلدها وتدي زباط الجيش لان هم مرتباتهم لو قلتلنا ما هيصعبوا علينا لا هم صعبانين علينا وانت صعبان علينا بامانة احنا محتاجين حملة الناس لبعضيها نخليها ان احنا ندفع لزباط الجيش مرتباتهم ايوة ايوة ده حقيقي لانه الحياة اللي انتو بتعملوه ده اه اتدفع تمن كبير اوي عشانه واحنا مقدرين يا فخمت المشير احنا مقدرين جدا ووقفين في ظهرك كلنا ووقفين في ظهرك وكل واحد اللي ربنا اقدروا عليه تعالوا نروح لرواتب العسكريين كده وعلاقتها برواتب المدنيين اللي هم حضراتكو يعني نشوف كده العلاقة ما بينهم ايه السيسي عمل خمستاشر زيادة في اجور العسكريين من الفين واربعتاشر رواتب زباط الجيش ما بين مئة الف ونص مليون جنيه ده وفقا لميدل إيست مونيتور معاشر عسكري بيساوي تمن اضعاف معاشر مدني الحد الادنى للاجور للمدنيين تلات تلاف وخمسمائة جنيه وانا اتحدى ان في حد في الجيش بياخد تلات تلاف وخمسمائة جنيه اكيد بياخدوا ضعف الكلام ده بشكل كبير جدا يعني طيب السيسي كان ليه برضو تصريحين كده بيتكلم على موضوع ان المرتبات تعبانة مش كده وان المرتبات في مصر وحشة شوية تعال نفتكر مع بعض قال ايه عن المرتبات ما انت الوظيفة اللي بتعديد ايه انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا مرتبات ايه يا فن او حد يقول في الموقع اللي انا فيه تلواني بقوله ده ايه مرتبات دنيا مرتبات منخفضة انا السبب اللي ايه انا كان علي عزب المواطن تلاتين الفين ايه طب ازاي؟ هتعملوها ازاي؟ المرتبات ايه؟ حد يقول لي اه يعني ايه؟ ايه تعبانة؟ والله العظيم انا بتكلمكم من قلبي هنا هقل من عشر تلاف دنيا لأي حد بيشتغل؟ ماشي طب ما دول عايشين ازاي؟ ما دول عايشين ازاي؟ هتقول لي طب ما تديهم؟ تقول لي كاريت؟ تقول لي لا طب ما انت بتتكلم على انك انت بتعمل ميناء باربعين مليار وانا بقى لازم اكون متوازن في ادارة الامر متوازن في ادارة الامر فلما يبقى مش معايا في القوس بقول لكم انتو مش معايا فلوس لكن بدي للجيش في القوس حاجة غريبة جدا الحقيقة